سلام وأهلا وسهلا فيكم حلقة جديدة من الطريق إلى كندا هذه الحلقة برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة مكتب عمرو للخدمات الهجرة بيقدم لك الفيزا، لم الشمل، تصريح الدراسة، تصريح العمل، الهجرة اللجوء، كل هاي الأوراق المطلوبة عشان تقدر توصل لكندا بشكل قانوني إذا تتواصلوا معهم، اذكروا إنكم من القناة ورح تحصلوا على ديسكاوند خاص لكل متابعين هذه القناة اليوم نحكي عن موضوع مهم جدا 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 ألا وهو عمليات النصب اللي عم بتسير للأسف من قبل مستشارين هجرة بالدعو إنهم مستشارين هجرة حكينا عن هذا في موضوع لكن للأسف وصلني عدة كومنتات وناس بتسأل أنا انتصب علي ولما دخلت وحكيت مع الناس هدول اكتشفت إنه للأسف طرق النصب عم تكثر كتير عم بيعلنوا إعلانات في الدول معظمها الدول العربية بنحكي إحنا أكيد في دول ثانية موجودة صاروا مسكوا في حالي قبل فترة بالصين كبير كثير تزوير للأسف يعني بدأ أحكي لكم شغلة إذا اكتشفت وزارة الهجرة أو دائرة الهجرة إنه في تزوير في ملفك أو أخطاء مقصودة أو غير مقصودة أنت تعاقب أيضا يعني اللي يدعي إنه محامي أو المحامي اللي يزور في هاي الأوراق أكيد بتمشكل وأكيد بيصير عنده مشاكل للا مش مشكلتنا إحنا شو بصير معاه بنسجن بدفع غرامة كله هذا حسب القانون والمحكمة لكن إنت بتتمشكل أول شغلة ملفك بتكنصل إذا ما كنت لسه حاصل على البي آر إذا كنت حاصل على البي آر قد يسحبوا البي آر وإذا انت حاصل على الجنسية قد تحصل لك مشاكل كبيرة فعشان ما تدخل في سينو جيم وما تدخل في أحلام مزعج وكوابيس كون واقعي وكون صحيح إذا مش مكتوبة لك مش مكتوبة لك إذا بتقدر إذا في مشاكل يعني المحامي الصح عشان هيك إحنا بنحكي لازم تروح على محامي معتمد المحامي الصح بدرس ملفك مية بالمية وبقول لك يا عمي أنت ناقصك مثلا في الآيلس علامة أو علامتين أنت بدك بس كمان سنت خبرة أنت بدك شغلة معينة أو أنت كواليفاي لهذا البرنامج مش لهذا البرنامج فما تركز على هذا البرنامج لا خلينا نمشي على هذا البرنامج لأنك مور كواليفايد هون هذا محامي الهجرة الصح الكويس الآن فيه طرق كتيرة وحكينا في الفيديو هذاك السابق أعتقد في الحلقة رقم 22 أو 23 إنه كيف ممكن تتأكد من المحامي اللي معك هل هو فعلا مرخص من وزارة أو من إدارة المحاميين الكنديين ولا لا إذا هو مرخص منهم أنت ممكن تتواصل معهم تأخذ اسمه وبياناته تعرف إذا في عنده مشاكل إذا في عنده رقم أعطيك إياه أكيد بدون مشاكل لأنه عارف إنه مضمون فهذه الشغلات الهومورك الصغير اللي عليك الآن فيه مستشارين هجرة ومحامين هجرة مشهورين يعني يعني بسهولة أنت بتتواصل معهم خاصة إذا فيه واحد إجا عن طريقهم قبل هيك ومتأكد منهم من آآ شخصيتهم الآن آآ نتمنى لكم جميع عن التوفيق يعني ده أحكي لقوا قصتين يمكن حكول إياه ناس آآ واحدة عن اللجوء لأن هاي أكتر شغلة آآ بصير فيها نصب للأسف فيه محامي في أحد الدول العربية آآ جاتوا عيلي السورية وقالت له إحنا بدنا آآ نلجأ لسوريا آآ لكندا قال لهم فعلا فيه لجوء وأنا بأملكوا لجوء يدفعوا لي خمسين ألف دولار إحنا بندفعوا غاد للحكومة وهم بعطوكوا لجوء دارك طبعا آآ دفعوا لي الخمسين ألف دولار آآ بعتهم هو مش عارف وين عملهم حساب وهمي آآ بعد آآ شهر شهرين ثلاثة هم يراجعوه كل مرة يماطلوا وهذا بعدين آآ قال لهم للأسف الحكومة حجت على الفلوس آآ بعد فترة تواصلوا هون مع آآ مع إدارة الهجرة وهذا اكتشفوا انه هو ما في هذي الطريقة طبعا هاي الطريقة مش موجودة انتصب عليهم بشكل عام آآ حاولوا غاد يجدوا بتعرف وصار يتهرب من هون لهون وللأسف اتوقع ان الفلوس ضاعت ما بعرف تكمالة القضية في واحد تاني آآ طبيب آآ اجت آآ برضو آآ وعدوا واحد انه بطريقة أو باخرى انه آآ آآ يدخلوا على كندا بطريقة غير شرعية آآ قالوا بوصلك على امريكا ومن امريكا غاد ناس بتستقبلك ووصلوا على امريكا ما حدا استقبله هون آآ دفع مبالغ كبيرة وهو باستنى و باستنى و بتواصل مع حداك وبكرة واليوم آخر شيء للأسف آآ لم يحصل على اي شيء من آآ آآ هذا الخبيط طبعا كلهم هذون نصابين فبدأك تنتبه اي شغلة آآ مش شام مريحتها غلط ما تروح فيها انتبه يا اخي آآ استشير مستشار هجرة معتمد معروف له مكاتب معروفة آآ عندنا الآن عم نحكي لكو عن مكتب عمرو لخدمات الهجرة عندهم آآ تلات فروع الآن في كندا وهم ما شاء الله عندهم آآ زباين من آآ الشرق الاوسط ومن الهند ومن نيبال ومن العالم تقريبا آآ عندهم مستشارين هجرة كبار بتشتغلوا معهم فعشان هيك لما تكون انت بيد امينة تعرف انه ملفك رح يمشي بطريقة صح ورح توصل للطريق الصح باسرع وقت نتمنى لكم كل خير والله اعطيكم الف عافية اذا اعجبك هذا الفيديو عمل لايك وسبسكرايب للقناة لايك وسبسكرا